اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التوابل. فغادي نحتاجو شوية ديال الملح. شوية ديال الكامون. شوية ديال لبزار. شوية ديال سودانية. وشوية ديال تحميرة. تحميرة كندرها شوية بالزيد باش كتعطينا ذاك اللون. وغادي نحتاجو ايضا شوية ديال الجبن كيبقى اختياري ولكن كيعطي اه قاوم زوين للحشوة دي انك يعطيه حتى لك زوين وكيعطي ايضا المدق زوين. يعني اذا متوفر ما بتوفرش ممكن تستغنى وليه. عادي نحتاجو ايضا اه سلصة هدى السوجة. هي كتعطي مدق اه رائي جدا في هدى الحشوة دي. خاصة ان نديرين فيها الثون. يعني كتعزز لنا ذاك المدق ديال السمك. اهنا ياخدينا اه الخضر لضفط لهم توابل كاملين. وغادي نضيف شوية ديال زيت المائدة غادي نديرهم على النار. وانا كنحرك فيهم حتى غادي اتشحروا هاد الخضر المزيان وكي طيبو. كناكد ان الحشوة ديالكم خاصكم طيبو حتى كتخلصوا من الما نهائيا يعني ما كيبقاش فيها الماء ولا قطرة ديال الماء. لان هو اللي ابقى فيها الماء غادي تعجن لكم ذيك الحشوة. ذيك العجين عفون وغادي جيكم العجين معجنة ما غاديش مقرمشا. صاف من بعد ما طابت الحشوة ومبقاش فيها الماء ضفت القصبر ومعد نوس ضفت معيقة كبيرة ديال السلسلة السوجة والطون والزيتون الاخضر. صافي كندي ونجيب هاد المكونات هادو لان صافي الحشوة ديال ما فيهاش المناشفة. صافي غادي نطفي دعب النار وغادي نضيف الجبن. الجبن مبشور. الكيميان اللي بعيدكم ممكن تضيفوها وما تكتروش الملحة بزاف لان المكونات كاملين مالحين. صافي وكنطفي النار وكنحرك مزيون خلي الحشوة جايبين حتى كتبدد مزيان مزيان غادي نمروا العجين اللي غادي نحتاجوا فيها 500 جرام ديال دقيق اي نصف كيلو. اختاروا دقيق تكون نوعية دياله جيدة. غادي ناخد علبة ديال الياغورت طبيعي بدون سكر. الوزن دياله مئة عشرة جرام. خويت العلبة هنايا. ونفس العلبة عبرت بيها الحاليب. يعني نفس العلبة ديالياغورت عبرنا بيها الحاليب. ونفس العلبة ديالياغورت عبرنا بيها الزيت. زيت المائدة. غادي نحتاجوا نصف منعقة صغيرة ديال الملح وغادي نحتاج ملعقة كبيرة ديال الخل ومنعقة صغيرة ديال العسل ملعقة صغيرة عالى مزيان وكيس من الخاميرة ديال الحلوية هادوا من المكوينة بسم الله في قصرية غادي نديرو رشا ديال الملح همت أفور غادي نضيفو العلبة ديال الياغور طبيعي والزيت والحليب والعسل ثم غضي نضيف ملعقة ديال الخل والبيكن باودر او الخامير ديال الحلويات غضي نزل المكونات مزيان ثم غضي نضيف في الدقيق بالتدريج الدقيق كي بقلت لكم نصف كيلو ديال الدقيق اختاروا الدقيق نوعية دياله جيدة باش العجين جيكم ناجحة سفيك نجمع المكونات كاملة بعد الدقيق هذا القوام ديال العجين كي جينا متماسك شوية يعني ما تجيناش شرط بها بزاف خاصة جي شوية متماسكة ولكن ما تكونش قاسها بزافة او تاني صافي نجمع العجين بزيان وكنحاول ندلكها واحد شوية باقي نكتش مزافة واحد شوية باش كي ينسى جمدك الدقيق مع باقي المكونات صافي وكناخد العجين ديالي نقسمها اه لتناشر قطعة كل نصف كنقسمه ستة اه ستة كويرات كنشكلهم هكا الكويرات وغادي اه نغطيهم بسلوفة ونخليهم ارتاحوا تقريبا نصف ساعة علامة تبردنية الحشوة مزيان صافي بعد ما اه غادي دوز نصف ساعة غادي نجي ودبا نورقه غادي نحتاجو الناشا للتوريق غادي نستعمل هنا مصفات باش كننزعو الناشا بشكل متساوي. وهدين ناخد الكويرة دية لطريقة ديالت عن طريقة نصفو شوي اه كل كويرة باستيعانة بالناشا وفاش kun نصفوها كان ننغطوروا وولوجه ديالها مزيان بدك الناشا ونحطوها جانبا. كنجيب الكويرة الثاناها احتى term that are능 باستيعانة بالناشا وبالمذلك. ومن بعد ما كنبسطوها احطوها فوق من آه فوق من العجين اللي ورقنا الليولة. نحطها فوق منها. والوجه ديالتاني احتى اية نغبروه بالناشا. هنستمر بهذه الطريقة. حتى غادي ندير ستة الكويرات فوق بعضهم. كل كويرة كان بسطة. نحطها فوق من اه اللي قبل منها. وبيناتهم ضروري كيكون نكون راشين بالناشا. يعني كل وحدة تبسطناها وحتناها فوق تانية. نغبروه فوق الوجه ديالها بالناشا. غادي ندير ستة الكويرات فوق بعضهم. استاء فوق بعضهم. يعني كندي ستة معزولين لسا. كل ستة بوحدهم. هنا عندي الحشوة بعد ما بردات مزيان. غادي ناخد ستة اللولين. اللي بسطتهم اللولين. غادي نبدأها كان بسط فيهم بالستيعانة بالمدلك. ما كان ستة عملوه شدابا ناشا. صعفية كان بسطوير بمدلك بوحده. وستة اللول التاني كيف قلت لكم راح تقيتهم جانبا. والحشوة كان اكد ان ما يكونش فيها الما نهائيا تكون نشفة من الماء. وتكون بردة مزيان. باش ما تخصرش لنا العجين. من بعد ما ورقت العجين. غادي نجيب هنا صافحة. لديها انتها بشوية ديال زبدة مدابة. وغادي نحطها جانبا. هنا جبت الحشوة ديال غادي ندير واحد الكيمياء ديال الحشوة. لشكل شارط هكا فوق من العجين. كنخلي واحد شوية ديال العجين كنفوتو. عاد كان بدا نحط في الحشوة بالشكل هذا. الشكل مستطيل هؤلاء لشكل شارط. صافحة كنحاول نوزعها بشكل مقاد وكنطويء العجين به شكل هذا. كنجيب واحد شوية ديال الماء كان الزغير باصبوع ديالي وكندير هكا واحد الخط كان بعد على الحشو كنديرها كواحد الخط فين كتجي العجين لي طوينة الماء باش تلتعصق العجين اللي كتكون في الاسفل باش متتحلش لنا فاشتدخل الفر سافو كان قطع مزيان تكون تقطيع ميجيش العجين خارجة على هد البودان هذا وكان بسطوب هاد الشكل سافو غادي نجيب قطعة ممكن تستعملوا القطعة اللي استعملت انا او لا تستعملوا كأس او لا اي حاجة ممكن تقطعوا بها او لا الغطاء ديال شاقينينا يعني اللي مسوفر عندكم تستعملوا هو غادي نقطع بهذا الشكل هذا الشكل هلاليات اللي كان اكد هو الحشو تكون برداء وما يكونش في هالما نهائيا طيب وامدين حتى تنشف ملماء باش العجين ديالنا ما تخسرش لنا ما ترتبش لنا بدك المال لكي يكون في الحشوة وايضا ما ترتبش لنا باش بدك الحرارة لكي تكون في الحشوة باش العجين ديالنا مقرمشها صافي هنا اخذت صافيحة ديالو غادي نستفع هاد الهلاليات هادو كنحاول نقربوهم بعضياتو ما كنلس خمش بزاف كنخلي واحد الفرغة بسيط بزاف فين كيدخول الهواء وكيد طيبو تقرمشوا لنا نفس طريقة غادي نديرها في العجين نديرها بشكل عشواء شكل عشواء شكل عشواء شكل يبعوتو وكندهنها بشوية زبدة مدابة ندخلها الفران كالطيبو تتقرمش وكندير فوق منها كالعسل ومكسرات كتجيل ديدة بحل شكل رغايف غادي نقطع هذا البودان هذا بعد ما بسطته شوية و غادي نستفع سوف نستمر بنفس طريقة نبسط العجين الثانية اللي تم قاتلية ونعمرها تايب بنفس طريقة نقطعها بعد ما كملت سوف نجيب هنا كاس لاروب ذي الزبدة مضابعة اللي كنت هو باحتك نتخلص من ذاك الحليب اللي فيها يعني كتولي عندنا زبدة نوازية صفو كندهنو مزيان مزيان هاد المملاحات هادو كندخلو زبدة بين كل واحدة وواحدة باش كتجينا مقرمشة وكندخلها الفرنة بنسبة لطريقة ديالتاي كنسخنو الفرن بزيان مزيان الى ميتين وخمسين داراجة ومبعد ما كيسخن كان نقصو على مية وثمانين وكندخلو لي هاد المملاحات هادو والنار كتكون من الاسفل ومن الاعلى حتى كيطيبو كيتقرمشو على درجة حرار مية وثمانين بعد ما كيطيبو تقرمشو النار من الاسفل الاعلى ثم فيك نخرجوهم وكنزينهم هنا بالجبن مبشور وغادي نزينهم ايضا بشوية ديال المعدنوس كيبقى تزيان اختياري ولا حسب الدوق ديال كل واحد هذا هو الشكل نهائي ديال المملاحات ديالنا كيجيب هاتشكل هادا كيجي ورائع بساف كيجي مقرمشين والندادين بساف انا غادي نسمعكم القرمشو ايضا شوفوا طريقات كيف يجيو ما شاء الله كيجي مرقة طريقات كيجي وبينين وغادي نسمعكم ايضا ايضا القرمشو هنحاول ما نهداش باستمع القرمشو زيان كانت هذه هي الوصفة ديالنا ديال اليوما كانت امنى اه تتجربوها ونمتأكد انا غادي نجح معاكم اه كانت تربلكم واعي جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف ترجمة نانسي قنقل هع Erin اشتركوا في القناة